اكد سعادة سيد جميل بن محمد عليحمدان وزير العمل أن العمل النقابي في مملكة البحرين يعد أحد أبرز المكتسبات العمالية التي تحقق ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي أرساد عائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة مرور 20 عاما على أصدار قانون النقابات العمالية في مملكة البحرين وأكد الوزير أن العمل النقابي شهد تطورا كبيرا بفضل دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مما أسهم في إثراء منظومة العمل النقابي وإنجاح وساعي تعزيز حقوق القوى العاملة مشيرا إلى أن المنجزات التي حققها العمل النقابي في ظل قانون النقابات العمالية أسمت في إكساب المملكة مكانة دولية متميزة على صعيد الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية المتخصصة ولفت وزير العمل إلى ما وصل إليه العمل النقابي في البحرين وهو على مشارف العقد الثالث من مهنية واستقلالية منظماته وأكدا أن تجربة المملكة تسير بخطة واثقة نحو ممارسة نقابية احترافية